أيضا موضوع التمكين يعني في الملف المرأة يعني في 2018 أعتقد كثير من السعودي كانوا عندهم إيمان أنه يوما ما سيأتي هذا القرار ولكن أتت بسرعة صحيح هي أنا أعتقد أنه التمكين شامل بالنسبة للمرأة هالمرأة جزء من تمكين المجتمع ككل يعني هناك إرادات كانت مقموعة في المجتمع السعودي نتحدث مثلا عن إطلاق العنان للمجتمع السعودي أن يكون لديه خياراته في مدينته مثل ما لاحظنا مثل ما تفضلت الأستاذة مها بموضوع الترفيه ما يتعلق بالترفيه إذن تمكين المرأة هو جزء من تمكين للمجتمع بأكمله حتى الشباب الآن أصبحت لديهم فرص للدخول مثلا إلى المباريات مثلا أو المولات أو إلى آخره والفتيات أيضا بطبيعة الحال إذن هناك تمكين مزدوج للمجتمع ككل والمرأة أصلا أتت بعناية خاصة من الملك سلمان ولي عهد حفظه الله لأنها هذه القرارات كان مفروض تحدث من زمان لكن للأسف أننا تأخرنا فيها لأنه كان هناك هواجس غير حقيقية وتبين بطلانها مع القرارات الحديثة التي تسابق الزمن يعني كان هناك من يقول أن هذه القرارات المجتمع لا يرضى بها من هو المجتمع أين هو المجتمع إذن تبين أن المجتمع مع الإرادة السياسية والمجتمع يريد تحقيق هذه الخيارات المدنية لو تأملنا مثلا أنا مرة قلت على موضوع لما ثار بعض بقايا من المتطرفين على موضوع حفل الدرعية على سبيل المثال هذه الخيارات هي متاحة حفل الدرعية تمكين قصة المرأة تمكين أن يكون هناك خيارات في المدينة مثلا إذا أنت مثقف ما لك حق أنك تقلب المدينة كلها نادي أدبي وتسوق الناس أنهم يحضرون منتدى القصة القصيرة لكن هذا خيار هناك حلقة علمية في المسجد حقك تتروح لها هناك حفل ترفيهي هناك مباراة رياضية هذه هي المدينة المدينة لازم أن تكون خياراتها متنوعة للجميع كذلك موضوع قيادة المرأة للسيارة ليس إجباريا وإنما هو حق متى أراد الإنسان أن يخرج من بيته إلى هذه الحفلة فهو حق له إذا أراد أن يرتاح حق له إذا أراد أن يروح يحضر درس علمي حق له إذا بيحضر محاضرة عن التناص والتفكيك حق له أيضا كلها متاحة طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر